مسائل فل على كل المشاهدين او المتابعين من موليد برج الحوت لو انتوا من المشاهدين فقط فيشعرفنا ان انتوا تبقوا من الاعضاء المتابعين بمجرد الاشتراك في القناة خلاص هيبقوا من الاعضاء المتابعين المتفعيلين معنا في القناة وبتفعيل الجلس ساعتها يبقى انت ضمنت ان انتوا هيجيلك اشعارات مننا اسم وعين بكل جديد عن توقعات الفلك برج الحوت دخلنا على شهر اتنين فترة يعني مش عالي سهلة لكن سهلة ممتنعة ليه سهلة ممتنعة لان انت ممكن توصل للمراحل عالية جدا في خلال الفترة لكن بعض التحذيرات مهمة جدا فترة محولية اوى برج الحوت لكن قبل من رؤل هي التحركات حتى التعقعات هحاول ابدأ معاكم بمعلومة مهمة جدا من الصعب عليكم يا موليد برج الحوت ان انتوا تعيشوا في راحة بال بالاخص لما تحس ان كل شيء حواليك بيصير بشكل خاطئ بتحس للحظة ان العالم كلك انه ضدك حاسس ان ما فيش شيء بتعمله ممكن ينجح وده بسبب ان يعني دائما تفكيرك وتركيزك بيروح للمشاكل اكتر من اي شيء من حولك مهما كانت الصعبات مهما كانت الصعبات يا برج الحوت حاول تريح بالك من المشاكل بص الحاجة اي حاجة ايجابية حتى لو انت شرطك باية تشايف حتى حالوة حتى لو كانت بسيطة لازم تدور على الطاقة دي يا برج الحوت عشان فعلا تلاقي نفسك عشان تلاقي نفسك يا برج الحوت اه انا عارف في الفترات السابقة انت للاسف في ناس اتقفلوا في الدايرة بتاعت 2023 مش قادرين لغد الوقت يخرجوا منها وهي دايرة ان هم تعبوا ان هم مهما تعبوا ما بيوصلوش لحل بيوصلوش لنتيجة لكن لازم تقتنع من جواك اللي انت خاتخرج من الدايرة دي او يا اما خرجت منها بالفعل لو انت فعلا ناوي انت تتقدم لو ناوي اللي انت يعني توصل لمرحلة جديدة في حياتك مهمة عايز توصل للنجاح انت بتدور عليه بقالك فترة لازم تخرج من عبائة الغم والنكد اللي كانت موجودة بالاخص في 2023 طبعا في مددنا الكتيرة اتكلمنا عن برج الحوت قبل كده في سنين مش موجودة فترة 20 فقط لكن في سن كتيرة كانت عدد صعب عليك يا برج الحوت لكن لازم تخرج الطاقة دي من جواك لازم حس باي فرحة ولو على حاجة بسيطة عشان تريح بالك انت محتاج دي نقطة دي مهمة انت محتاج فعلا تريح بالك يا برج الحوت قبل ما نقول التحركات هنخش سريعا نقول ايه هي توقعات في خلال الفترة تحديدا من يوم خمسة حتى يوم حداشر في شهر فبراير في صراع هينشأ مع احد افراد العائلة او المعارف القوية قد يصل الى ظرواته حتى لو ده حصل يا برج الحوت اتأكد اللي انت عملت اللي عليك واسيب الظروف هي اللي هتمشي اتأكد ان انت عملت اللي عليك واسيبه الدنيا شوف الدنيا هتوصل في شخص هيكشف سرك شخص هيكشف سرك يا برج الحوت لكنك مش هتغضب مش هتغضب لانه ده ممكن هيريحك ان الموضوع خلاص خرج للنور بقى للعلن يعني يمكن المفروض ان اي حد بيكشف سر حد الشخص بيزعل لكن يمكن اللي يكشف سرك ده من جواك شالعب من على اكتافك لذلك انا برج الحوت مش هتغضب انت بجي هتم يعني هو انت دي خرجت السر بس احسن لو يلا خلصنا اهو هي كده يا اخوانا بصراحة خرجت خنقان الموضوع ديك عرفته لذلك انت مش هتزعل اكتر ما انت هترتاح تحذير بسيط من عمليات البيع والشراء او صفقات ومفاوضات بان دفاع دون امراجع مرة واثنين وتلاتة دي تحذير مهمة جدا بالنسبة لعمليات بيع وشراء وشراء في اي صفقات اي مفاوضات في بشاير عقد جديد او اي ان كان مش هقولك ده حاجة وحشة لكن لكن راجع مرة واثنين بلاش الاندفاع اتاكد ان كل حاجة ماشي صح في اي ان كان الامور او العقود اللي انت داخل عليها اتاكد ان كل حاجة ماشي صح بلاش الاندفاع هتحاول باقصى ما يمكن ان تكون بانجاز اي شيء معلق انت بخلال اليومين دول مش عايز اي حاجة لبعدين عايز تخلص اتكلم دلوقتي اللي هو انت لا مش عايز الموضوعات تتجيره لبعدين لو في قلبك حاجة او في كلمتين واقفين بصورك قولهم دلوقتي عشان عايز انجز دي هتبقى الكلمتين هتقول الناس كتير لا انجز قول اللي جهوك عشان عايز اخلص تمام الكلمة دي او الطاقة دي هتبقى عندك وانت عايز تخلص ويا ريت تخلص اخلص يا حوت هاقل تخلص باقصى عشان تفوق لنفسك زي بقولك الشير بالك الشير بالك انجز غلط صحة مش مهم اخلص ده اللي انت محتاجه ازا كنت تعمل في مجال ادارة الادارة او تسويق او اي اعتمد اي عمل يعتمد على الاقناع ده وقتك ايا كان عملك موليد برج رحوت في الفترة دي فانجزا كنت ادارة وتسويق لكن ازا كان اي نوع 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 العمل اللي انت بشغل حاليا بيعتمد الاساسي على القدرة على الاقناع ده وقتك القوة عندك الاقناع عندك هتبقى في زروطها طاقة جميلة جدا ان شاء الله بشرة خير مع شوية حسد يعني في ان شاء الله منصب في الطريق اليك في منصب هيجي لك يا برج الحوت ممكن يكون منصب معناوي ممكن يكون منصب كبير جدا يمكن تغير في تحركات او نقلات لكن مع المنصب ده فيه وشوش هيبان نوايا ده لو قال حضرت المرة في العسل لو منصب هيجي لك فيه حركة هيجي لك فيه تقدم هيجي لك فيه علاوة ايا كان فيه يعني تحول في المجال العمل هيقابلكم في خلال اليومين اتقادمين لكن في نفس اللحظة يعني سبحان الله في نفس اليوم اللي هيجي لك في الخبر الحلو ده هتلاقي فيه وشوش كده عايزة الحرق بدأت تظهر فدي نقطة مهمة اي لغز لديك في خلال الفترة اي حاجة انت حس ان في حلقة مفقودة معكم خلال الفترة ابحث عن الجنس الاخر هو اللي هيبقى هيدعمك او عند البعض الاخر هيبقى الجنس الاخر ده هو اللغز اللي كان محيرك تاني ياركز في الحالة دي الجنس الاخر لك يعني بمعنى صح لو انت كنت رجل فانت الجنس الاخر مقصود للمرأة والمرأة والمقصود بقى الرجل ت自shi طبعاael ده المقصود يعني كشرحه بسيط لكن الجنس الاخر هيبقى هو مفتاح لك في خلال الفترة لو انت بتدور على اللغز ابحث عن الجنس الاخر بشكل اللي обحس عن المرأة الا ابحث عن الجنس الاخر اذا كنت written or easter اذا كنت محتاج يحد فعلا او انت شايف ان مين هيدعمك او ايضا ابحث عن الجنس الاخر لذلك الجنس الاخر هو المفتاح لحاجات كتيرة لكم في خلال الفترة يا برج الحوت في خلال الفترات القادمة ايضا يمكن ان انا اللي بتكلم هيباش عاركم في شهر اتنين بواجه عام في خلال الفترة دي يعني هتدأ يعني بعض الامور انك تشتغل او انت اللي تتحكم وتسيطر عليها لكن من وراء السطر هيبقى انت متحكم في حاجات كده معينة اذا كان هنطريق العمل الحياة العيشة مع الاهل العيشة مع المجزئة في العلاقة في مكان اجتماعي في مكان رياضي ايا كان هيبقى انت المتحكم او المحرك الرئيسي لكل الامور لكن من وراء السطر في ظل الطاقة القوية الايجابية التي ستكون عندك خلال الفترة سيزداد معها تربص اعدائك لاي غلطة تربص اعدائك لاي غلطة يا برج الحوت لذلك اعمل حساب دي كويس يعني الطاقة الايجابية لازم او الطاقة المندفعة دايما بتتلاقي الشخص القذري اللي عايز يوقفها تخلي بالك مستني لنا الغلطة اعدائك مستني لنا الغلطة اخر حاجات سوديها تلسابها للاخر ان ان اهم نقطة بالنسبة للعلاقة بالنسبة للعلاقة في خلال الفترة دي لو انت قلت السلام عليكم ممكن عليكم السلام دي الفادر بنار ومن حيث لا تعلم لذلك تتحذير مهمة جدا في العلاقات الفترة دي مع العلاقات كلمة ممكن تشعل للدنيا وممكن تطفيها عدي اليومين دور يحوت عدي الكلمة او الجملة او الحوار اللي حاسس انه ممكن الحوار ده فيش علالة هادي بالعقل خليك هادي جدا وانت بتتعامل لان هدوءك ده هيبقى فيه خير او عند البعض الاخر هيظهر هيظهر له حقائق هيبقى فيه خير او ممكن عند البعض الاخر هيظهر له حقائق اخر النقطتين التالين امشي وراء احساسك في كل شيء احساسك يبقى قوة جدا في خلال الفترة دي بالاخص من غدا بالاخص زروتها من غدا هي بدأت معكم من بداية شهر فبراير على عموم لكن زروتها من غدا من يوم خمسة من يوم خمسة فبراير هتبقى الموضوع ده عالي جدا اخر حاجة هتكلم فيه من نسبة للتحققات يا برج الحود انتو الشهر ده انا مسميكم شهر الكمبولة انتو الشهر ده يا برج الحود انتو الشهر ده اللي هتنفجروا فيه في وش الكل شخص مش قول دقيقكم فكر ايه دقيقكم انت المرة دي يا برج الحود انت مش بتقول لا انا مش عايز اغير شخصيتي قلناها فيديوهات كتيرة لكي انت في الفترة دي انت بدأت تستخدم الشخصية الجديدة ان اللي الزمن هي اللي عملتها انت بنخلال اللي منك قادمين يا برج الحود هتستخدم الشخصية اللي الزمن اختراعها مش مش الشخصية اللي موجودة في الكواكب ولا في شخصية الناس عارفنك بيها لكن الشخصية اللي الزمن خلقها دي اللي انت هتستخدمها لذلك الكمبولة الموقوطة دي برج الحود هتبدأ تنفجر في خلال الفترة دي في كل شخص فكر انه يأذي او يأذي مشاعره ويمكن ده الصح لا مش يمكن اكيد ده الصح لان اللي يعني المعاناة اللي انتو عديتوا عليها يا برج الحود ميخليها ان الطاقة دي لو ايوا بقى تعالي بقى فينك من زمان لذلك انت شخصيتك في خلال الفترة دي هتبقى بانقلاب بتمرد عالي جدا مش مبتدأ لا انت كنت بتحضر للشخصية دي ودلوقتي ده الوقت اللي هتعلنها للعالم ده الوقت اللي هتظهرها على العالم وده الصح ده الصح يا برج الحود عدينا الفين تاعة وعشرين خلاص وخرجنا منها بالشخصية او الشخص اللي انت عليها الان وده الوقت ان انت بقى تظهر الشخصية التانية وتاني مش اللي انت اخترعتها او اللي انت اللي خلتها لقى الشخصية اللي الزمن خلقها وده وقتك برج الحود التوقعات اللي احنا قلناها بناء عن تحركات من يوم خمسة وستة الامر يبقى متوجد في البيت العشر سبعة وتمانية الامر متوجد في البيت الحداشر وطبعا تسعة وعشر ويبقى متوجد في البيت الاثناشر ايضا مع التوجد البيت الاثناشر ودخول الامر في البيت الاول هيبقى في دخلة امر جديد عليكم يعني انتم على دخلتكم دخلة امر جديد سبحان الله امر جديد على شخصية جديدة على انقلاب جديد على حرب عالمية على من يعديك لو دخلة كده كده حلو يعني طبعا مع تواجد عطارد في البيت الشر بالنسبة لك مع تواجد عطارد في البيت الاثناشر فبيزبط لك الدنيا هيكتلة جدا يا برج الحود وبهناء عليه تقاط خير ازمات هتعديها صق ان حكاية ان الدنيا وقفة قدامك لا ما عادش وقفة انت اللي هتحدد دنيا ما عادش وقفة ان شاء الله خير ان شاء الله باذن الله تعالى هيبقى شهر مهم جدا محوري محوري قوي عند بعض لموليد برج الحود وان شاء الله تبقى شهر خير وسنة بواجه عام جديدة وخير عليكم يا موليد برج الحود وكده هيبقى وصل ناية حلقة النهاردة اتمنى اتنال اعجاب حضراتكم وما تنسوش الاشتراك مع تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد شكرا ومع ألف سلامة ترجمة نانسي قنقر